السلام عليكم يا ثالث كيف حالكم اليوم؟ اليوم في حصة التربية الإسلامية سنأخذ حديث شريف شميل الدرس هو من أخلاق المسلم دعونا معا نتذكر معنا الحديث الشريف هو كل ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير تحدثنا عنه عن معنى الحديث في حصة اللغة العربية في أحفظ صفحة 32 هل تذكرتم؟ نعم أحسنتم إذن هو كل ما ورد عن الرسول طيب دعونا نشاهد هذه الأشكال انظروا إلى اللون الأحمر يا له من شكل قبيع ما أجمل لون الأصفر إنه مبتسم وجميل فاليوم رح يكون حديثنا تبسمك في وجه أخيك صدقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقا يا له من حديث جميل وكم يكون الأجر الكثير لدينا حين تبسمنا في وجه أخينا المسلم دعونا نتعرف على معاني الحديث تبسمك أي انبساطك وسرورك تبسمك انبساطك وسرورك أحسنتم وصدقة أجر وثواب صدقة أحسنتم أجر وثواب انظروا إلى هذه الصورة يا له من أصدقاء جميلين يتصافحان ويردان على بعضهما السلام فهذا يحطنا الحديث على التزام بالأخلاق الحسنة ومقابل الآخرين بالتبسم وإظهار السرور طيب تعاون أنا أحل هذا النشاط طالب مني أذكر خلقين آخرين ألتزمهما ألتزمهما وأسعد بهما الناس عند التعاون الصدق التسامح والأمانة حين ألاقي معلمي وزملائي فإن يقابلهم بابتسامة وفرح وسرور أحسنتم دعونا نحل أسئلة الدرس صدقة صدقة أجر وثواب أحسنتم وتبسمك انبساطك وسرورك دعونا الآن نضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة أحمد طالب في الصف الثالث يبادر زملائه بالسلام كل صباح وهو مبتسم يا عيني عليكم صح تقابل سوسا من أساء إليها من زملائها بالابتسامة والنصف إنها ستكسب الأجر الكثير يا لها من طالبة متفوقة وممتازة وأخلاقها حسنة إذن الإجابة صحيحة سمير يطيع والدته عندما تطلب إليه شيء وهو مبتسم يا له من ولد مطيع إجابة صحيحة يقابل عادل زملائه بالسراخ وعدم التبسم يا له من ولد سيء والإجابة خاطئة ها هي الإجابة حل أسئلة الدارس بهيك من انتهي من أسئلة الدارس بتنسخوا الحديث على دفتركم بتكتبوا معاني الحديث على الدفتر أيضا بتحلوا الأسئلة ويعطيكم العافية تالت إلى اللقاء